إن عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة ومن عاش على المعصية ولم يتم إلى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية وآخر يكره القرآن فإذا ما أسمعوا القرآن قال لا 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 أريد أن أسمع إلى هذا الصوت وليه هذا الكلام وظل هكذا حتى نام على فراش الموت يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه لما سمع أهله في يوم من الأيام يصحون وصرخون صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته فقالوا بأن والدهم يموت يحتضر يقول لطالما ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر ولطالما آذاني بصوت الغناء وقلت له مرات إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخفض الصوت أنا لا أريد أن أسمع يقول وكان يصر على إذائي وفي هذه اللحظات قلت لأولاده لازلتم تصرون على صوت الغناء في هذه اللحظات يقينا توجد ملائكة لله في البيت فضعوا شريطا للقرآن قال فطلبوا مني أن أنزل لآتيهم بشريط من القرآن فنزلت وأتيت بشريط من القرآن وضعته في الكسد أو التسفيد يقسم بالله يقول والله في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ويذب الرجل يفيق ويصرح لا 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 أريد أن أسمع هذا الصوت ولا أريد أن أسمع هذا القرآن اترك الغناء فإنه هو الذي ينعش قلب ومات وهو يردد هذه الكلمات اترك الغناء فإنه ينعش قلب اللسان مغرفة القلب ولا يظهر على لسانك أثناء احتضارك إلا ما وقر في قلبك وإلا ما ملأ قلبك ترجمة نانسي قنقر